من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبري من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكري تضيء معالم غراء ملء السمع والبصاري معالم ترسم الدرمى وتغفر العقل والبصاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علم النافع وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد إخوة أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من معالم وقد توقف بنا الكلام عند ذكر التجديد والمجددين وقد تعرفنا من كلام الشيخ حفظه الله على معنى التجديد وذكر نماذج من المجددين المتقدمين والمعاصرين وأهم ما نبه عليه الشيخ أن التجديد لا يكون قاصرا على شخص واحد بل قد تقوم به جماعة من الناس وأنه ليس في باب واحد وإنما يشمل قضايا الدين والدنيا وعرفنا أيضا بأن التجديد في باب السياسة الشرعية مطلوب في موضوعات أحصى بعضها جزاه الله الخير مما يتعلق به الكلام في هذا الباب الكلام على قضية المهدية نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيته يملأ الأرض عدلا وقصطا كما ملأت جورا وظلما هذه قضية المهدي يدور حولها لغة كبيرة وقد خاض فيها كثير من المدعين الكذابين وأيضا تعرض لها بعض الناس بالنفي والإنكار فنرجو من سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حفظه الله ووفقه أن يذكر لنا أولا هذه المسألة من ناحية حديثية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى عم الدين أما بعده فقد جاء ذكر المهدي في عدد كثير من الأحاديث وصلها بعضهم إلى ألف وخمسين حديثا نعم ولا يصح منها إلا أربعة حاديث سبحان الله نعم وقد كان بعض العلماء يقولوا أحاديث المهدي صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة هذا من كرام الشيخ بابا بن الشيخ سدية نعم لكن ليس على إطلاقه للاحادي الأربعة هذه صحيحة وهي صريحة نعم في وجود مهدي في هذه الأمة يخرج عند موت خليفة يصلحه الله بليلة يحكم هذه الأمة كلها ولكن عموما المهدي داخل في نطاق الدولة الخلافة الراشدة في آخر الزمان وهي المرحلة الخامسة من المراحل السياسية لهذه الأمة كما بينا سابقا نعم ومنذ القدم والناس يرجونه في أيام العباسيين تلقب محمد بن وبي جعفل المصور بالمهدي نعم وفعلا سعى العدل والإصلاح نعم حتى قال فيها أحد الشعراء تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس لا ذي تخاف ولا لهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الرئيس الله وكذلك من المدعين بعد هذا المهدي ابن تومرت نعم في بلاد السوس في المغرب نعم قد قام دولة الموحدين وكان يعتمد على بعض العلوم فيها اطلاع على مغيبات وإسرار وكان شديد الغضب على المرابطين ويدعو عليهم كان معه حظ من علم ليس من كبار العلماء ولكن كان معه حظ من علم ومؤلفاتهم وجود طبيعة بعضها نعم من أعز ما يطلب غيره من الكتب نعم دعا رجالهم بعد ذلك المهدوية أو الدعية لهم أو الدعية لهم نعم عدد كبير قديما كان الشيعة يرون أن المهدية سر وأنه مكتوم ودعوا أن الإمامة مقصورة في أسرة علي بن بيطالي وهذا الخلاف السياسي كان قديما على هلاء تقوال نعم مذهب الشيعة قصر الخلافة على أسرة واحدة وهي أسرة علي بن بيطالي نعم ومذهب الخوارج تعميم الإمامة في كل المسلمين يعني يقابل هذا القول نعم نعم حتى قال شاعرهم ألم ترى أن الله أظهر دينه في صلة قريش خلف بكر بن وائلي نعم الثالث مذهب أهل السنة بالتوسط بين القولين نعم قصر الإمامة على قبيلة قرشي قرشي نعم دون حصرها في في علي بن بيطالي في أسرة من أفضل أو في الهاشميين نعم يعني يمكن أن يكون من بني تيم من بني عادي من بني أمية نعم نعم ومن غيرهم من بطون القريش كلها نعم ذرية فيهري بن مالك بن نظري بن كنانة نعم وقديما في الصدر الأول من الشيعة دعوا أن الأئمة أربعة فقط علي والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وبما أن محمد بن الحنفية رحمه الله قد كتم ولده موته ولم يعلن جنازته للناس للخلاف السياسي الذي كان قائما إذاك زعموا أنه لم يموت في رضوة نعم وأنه اختفى في جبل رضوة نعم وأن عنده عسل وماء أو نهرين من أحدهما من عسل وآخر وماء وأنه سيخرج قبل يوم القيامة وصبط نعم يقول الكوميت نعم ألا أن الأئمة من قريش حماة الدين كلهم سواء علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ألا أن الأئمة من قريش حماة الدين أربعة كفاء علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط كلهم سواء فالسبط سبط إيمان وعدل يقصد الحسن نعم وسبط غيبته كربلاء يقصد الحسين رضي الله عنه وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يرا فيهم زمانا برضواء عنده عسل وماء محمد بن الحنفية يقصد محمد بن الحنفية نعم ثم اختلف الشعب بعد ذلك فمنهم من رأى أن الأئمة ستة من الجارودية وهم يرون أنهم علي بن بطالب والحسن والحسين وأنها انتقلت إلى ذرية الحسين وأخرجوا محمد بن الحنفية منها رأى أن علي بن الحسين والذي بعده و محمد بن علي بن علي الباقر وزيد بن علي أخوه عدو ستة فقط نعم وزيدية يقنون هذه الأئمة لكن يقولون بإباحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل نعم يرون علينا أفضل الصحابة ولكن صحت إمامة صحت إمامة وبيوكريم وعمرة وأثمان نعم نعم ثم بعد ذلك جاءت الإمامية الاثنى عشرية وهي التي رسخت فكرة الإمامة عند الشيعة نعم فهم يرون أن لئين مدناء عشرة وأنهم علي والحسن والحسين ثم ذرية الحسين محمد بن علي أقصد علي وزيد العابدين نعم ومحمد بن علي وجعفر الصادق وبعده موسى من جعفر الكاظم نعم وهكذا علي الرضال نعم علي الرضال الذي كان وليا للأهد في أيام المأمون نعم وتوفي قبل المأمون فلم يصل إلى الخلافة لكن كان لو عاش خليفة المسلمين في أيام العباسيين وأولاده إلى أن وصلوا إلى الذي غاب في السرداب نعم محمد هذا محمد زعموا أنه غاب في السرداب في سامراء وهو طفل ابنه أربع سنين وأنه مقد من الناس من يقولوا لم يولد أصلا ومنهم من قال مات وهو ابنه أربع سنين أو وهو طفل صغير لكن الشيعة يرون أنه حي أنه دخل في السرداب وأنه له غيبتين غيبة نسبية وغيبة حقيقية فالغيبة النسبية كان يلقاه الخواص من أئبته نعم والغيبة الحقيقية هي التي قطع فيها عن لقاء الناس بالكلية وكانوا يرون أن تعطل الأحكام ويعطل الجهاد والغزو وتدبير الدولة وكل الأمور حتى يخرج المهدي ومكثوا زمانا يهيئون له الخيول عند باب النفق ونفق صغير وينادون عليه ويدعون له من الخل تأن يعجل الله وفرجه ومخرجه نعم لما جاء آية الله الخميني جاء بفكرة جديدة وهي ولاية الفقه أن الفقه من أتباع إلى أئمة يمكن أن ينوب عن الإمام ولو لم ينبه الإمام ففقه أوصله إلى مرتبة معينة وهذه المرتبة يعرفها أصحاب الحوزات فعندهم درجات في العلم أن يكون خازن دار ثم يكون حج ثم يصل إلى درجة الآية آية الله نعم وآية الله العظمى نعم ويرون أنه حينئذ سيكون نائبا عن الإمام الغائب وأن الفقه له ولاية تنعقد هو بذلك يعد مجددا في مذهب الشياء هو مجدد هو فعلا مجدد في مذهب الإمامية نعم لأنه أتابي أمر لم يكن معروفا لديه نهائيا نعم وأتابي أمر يقتضي قيام دولة نعم ويقتضي نعم نعم ويقتضي تصديرها الثورة ويقتضي تأثيرا على روحيات الناس ونفسياتهم صحيح نفخ فيهم روحا جديدا نعم نعم فالمهدي الذي ينتظرونه يسمونه المهدي المنتظر نعم ويرون أنه سيخرج في آخر الزمان يرون أنه الآن قد أطل زمانه وأنه سيخرج في هذه الأيام ولكن كل الأمور اللي ينصبونها إليه ليست مبشرة بخير يسعمونه أنه سيخرج ينبش قبر أبي بكر أنه عمره ويخرجهما الله ويعظامهما من المدفنهما من الحجرة النبوية نعم وأنه نعم وأنه سيقتل الحجاج بين الصفاء والمروح أعوذ بالله سيفه نعم وهكذا طيب سماحت الشيخ الآن يعني تناول قضية المهدي باعتباره مجددا نحن نسينا مثلا أن الفكرة ما زالت مستمرة نعم مثلا المهدي الذي ظهر في السودان وقاد الجهادة ضد الإنجليز وكان على علم وأيضا على تذهير والزهد وورع نعم ولم يكن صاحب دنيا نعم صحيح هذا الرجل ليس هو المهدي الموعود به في الأحاديث المذكورة لكن لا نمنع وكونه مهديا بمعناه رجل صارح مثل مهدي العباسي مثل غيره نعم من المهدي يعني هو مجرد لقب نعم مجرد لقب لكن لا ما يترتب عليه ما يترتب عليه شيء نعم لأن المهدي حتى المهدي الذي وردت فيه الحاديث ليس معصوما صحيح ولا نبيا هو فقط ولي من أولياء الله منذ لغيره نعم من الأولياء طيب الآن يعني قضية المهدي هذه ثابتة من ناحية الحديثية من ناحية الحديثية ثابتة ولو لم يكن إلا أربعة أحاديث نعم فهي كافية ولو جاء حديث واحد لكان كافية كان كافية نعم لكن المهم أنه سيخرج في آخر الزمان عند موت خليفة نعم نحنه في وقت قيام خلافة والخلافة التي تقوم في آخر الزمان في أثناء عشر خليفة كلهم من قريش نعم كما في حديث عبد السمرة عن أبيه نعم هو حضر لكن هو حضر وحدث عن نبي صلى الله عليه وسلم لكن أسر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة قال فسألت أبي وكان بيني وبينه قلت ماذا قال قال كلهم من قريش نعم وهذه الخلافة ستقوم لأنها وعد الله لأن الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم وهذه الخلافة في آخر الزمان سيفتح الله عليها بيت المقدس معناه أنه سيحتل أولا هذه من دلائل النبوة نعم ثم بعد ذلك فتحه خراب المدينة وعمران بيت المقدس خراب المدينة نعم وخراب المدينة بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الحاديث فقال لتتركن المدينة على خير ما كانت لا يخشىها إلا العوافي قيل ومن عوافيها أبا فرارة قال السباع حتى يأتي ذئب أبيض فيبغذي أن يبول على المنبر لا يرده أحد لا إله إله وآخر من يدخلها راعيانهم مزينة من عقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع كبى على وجوهما نعم وفي بعض الآثار والأحاديث أنها استبكت ستة أشهر لا يدخلها أحد إلا مات نعم ثم تعود بعد ذلك طيب سوى أحد الشيخ الآن قضية المهدي هل نعدها يعني من الأشراط الصورة التي لم تقع نعم هي مثل الخلافة قيام الخلافة وهي قبل المهدي نعم المهدي لا يخرج إلا بعد نهاية إلا أنها لك خليفة نعم بعد نهاية الخلفاء الثنى عشر نعم بعد فتح بيت المقدس طيب هل هناك ارتباط بين خروج المهدي ونزول المسيح ابن مريم نعم هو سيسلم الأمر المسيح ابن مريم بعد أن يحكمه سبع سنين ينزل المسيح ابن مريم عند المنارة البضائي شرقية دمشق فيسلم إليه المهدي الحكم نعم طيب وليس في الصحيح ينذكر المهدي إلا حديث العيسى ابن مريم نزول المسيح ابن مريم وفيه هو إمامكم تقدم إمامهم نعم لكن ما سمي المهدي ما سمي المهدي طيب استنباط من العلماء استنباط من العلماء نعم هو المهدي طيب لحادي الأخرى التي صحت دلالتها بغير الصحيحة الآن نحن بين محذورين محذور من يجحدون ينكرونه بالكلية ينكرونه بالكلية ما معهم حق طيب لأنه إذا ثبت حديث واحد حتى ولو كان حسنا أو حسنا لغيره يصرح الاحتجاج نعم لا يمكن إنكاره طيب والمحذور الآخر أو يمكن أيضا نعم أن نجعله محذورين محذور يتعلق بالخرافة كقضية من دخل في السرداب أو من تغيب برضوة والمحذور الآخر من يريدون تعطيل العمل والكف عن السعي لإقامة يعني الدولة حتى يخرج أول اعتماد على القدر نعم اعتماد على القدر وهذا منافع للتكليف لأن تكليفها بالشرع لا بالقدر نعم والقدر نؤمن به ولا نطبقه والشرع نؤمن به ونطبقه نعم هذا الفرق بين الأمرين ولذلك الأسباب من الشرع والنتائج من القدر نعم ونحن وجب الله علينا الأسباب ولم يجب علينا النتائج يعني هم متعبدون بالشرع تعبدون بالشرع وفي هذه الأسباب ولسنا مسؤولين عن القدر وسنا مسؤولين عن القدر وهو النتائج ما سيقعه من تلك الأسباب يرتبه الله عليها ويرتبه على غيرها بأمر من عنده أو بأيدينا هذا لا دخل لنا فيه فلذلك نحن لا يجب علينا الآن البحث عن المهدي وبيعته وإقامته وهو أصلا ما يمكن أن يقوم الآن حتى يقوم هنا عشر خليفة قبله ويموت الخليفة الثاني عشر وتمتلع الأرض تورا بعد ذلك ويطلبه الناس اللي بيعه في المدينة فيهربوا منهم إلى مكة فيبايعونه بين الرقم والمقام نعم هو كان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ويصلحه الله في ليلة ما كان معروف نعم لما سؤل عن المهدي المنتظر فقال ليست قضيتنا في المهدي المنتظر إنما قضيتنا في المهدي غير المنتظر الذي يخرج علينا في كل حين يعني الآن كثرت هذه الدعاوة صحيح بالنسبة لهذه كيف مثل الدعاوة والنبوة ومثل الدعاة هي أكثر من الدعاوة للنبوة الآن نعم هي لابد أن ندرك أيضا أن هذه الدعاوة تقسم إلى قسمين نعم ما كان منها مثلا شخص يدعي أن الله هداه ويلقب نفسه المهدي من المهدي العباسي ومن مهدي السودان وغيرهم هذا لا إشكال فيه لأنه مثل ما أن قبل الدجال دجاجلة صحيح في المقابل لكنه الدجال الأكبر الدجال الأكبر هي نعم فكذلك هؤلاء المهديون الآخرون الذين يتون قبل المهدي نعم إلا لا مشاح في أن يلقب يلقب بهذا اللقب أو بغيره من اللقب سواء لقب نفسه أو لقبه غيره طيب ما الذي يميز المهدي الأكبر الذي بشر بنا أنه خليفة عام للمسلمين قائد لدولة قائمة وهذه الدولة كانت قبله أقامها الخلفاء من قبله 12 خليفة وأنه كل عمله عدل يملأ الأرض عدلا ويخرج الله في زمنه بركات الأرض حتى تروي اللقحة القبيلة والبقرة البطن والشات الفئامة من الناس حتى يكون الناس من البطيخة ويستضلون بقحفها نعم وأيضا تخرج الأرض كل بركاتها وتمطر السماعة تخرج أيضا تنزل تمطر الأرض نباتة بأحد آدم هذا في زمان المسيح زمانه هو قبل المسيح ثم يأتي عليه المسيح يأتي المسيح والوضع هكذا الوضع هكذا سبع سنواته هو يسلمها المسيح نعم طيب المهدي يعني إذا خرج كم مدة مكثه يمكذ خليفة سبع سنوات سبع سنوات يسلم الأمر المسيح طيب وصح في الحديث تسميته أن اسمه يوافق اسم رسول الله نعم واسم أبيه يوافق اسم أبيه فهو محمد بن عبد الله نعم ويشبهه هذا ورد فيه حديث ضعيف نعم أنه يشبهه خلقه خلقه لا يشبهه خلقه نعم لكن ما صح ما صح لا وما ذكروا بعض العلبان من أن يعني الروايات التي فيها ذكر المهدي وردت عن 26 من الصحابة ووردت في 36 كتابا يعني من كتب الحديث نعم هذا صحيح نعم هذا صحيح لكن ليس حاصرا لأننا نحن كثير من كتب الحديث مفقودة نعم مثل المسند بقي بن مخلد وغيره غير موجود نعم نعم ولو وجدت ترك الكتب يمكن فيها زيادات من هذه طيب ومن يعني طعنوا بأن هذه الروايات ليست في الصحيحين ولا في أحدهما لا يضر كثير من الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين الصحيحان نسبتهما من الصحيحة تقريبا 55% وما سواهما كثير الحمد لله في الصحيح وحتى درجات الصحة متفاوتة نعم العراق ذكر سبع درجات في الألفية نعم قال وأرجح الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعبي فمسلم فشرطه غير يكفي نعم السبع مرات السبع مرات نعم وأيضا كثير من الأحاديث الصحيحة الآن المتفق على صحتها بين الناس لم يخرجاها ولا في أحدهما ولا في أحدهما نعم إما في المستدرك نجدها أو في السنن أو في المسانيد أو في صاحب الحبان صاحب الحزيم أو في هذه المختارة المقدسي المصنفات والمعاجم نعم والمسانيد كما ذكرناه والسنن ولذلك العراقي رحمة الله عليه يقول في الألفية ولم يعماه ولكن قل ما عند ابن الأخرى منهما فاتهما أو قد فاتهما لم يعماه وقد استوعب لا أبدا نعم لكنهم اجتهد في الاتيام بأغلب اتيام بأغلب ما وصله إليه ونسبة ذلك من الموجود الآن حسب بعض الدراسات 55% تقريبا طيب سواحة الشيخ الآن قضية المهدي هذه هل نعدها قضية يعني قطعية يكفر منكرها مثل ما يقال فيه من ينكر نزول المسيح عليه السلام هل تصل إلى هذه الدرجة لا ليست من المعلومة من الدين بالضرورة نعم وهو حتى التكفير بالنزول بإنكار نزول المسيح نعم محل بحثين أيضا نعم فالمعلوم من الدين بالضرورة الذي يكفر صاحبه يكفر صاحبه ومثل إنكار وجوب الصلاة أو إنكار حرمة شرب الخمرة أو حرمة الزناعة أو حرمة قتل المسلم أو نحو ذلك أو أعداد الرأس نعم نعم هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة نعم ما سوى ذلك يجهله والناس ومن مات ولا علم له بالمهدي أو لا علم له بنزول المسيح ولكنه يشهد أن لا إله الله ونحمد رسول الله ونحمد رسول الله وصل الخمسة إلى القبلة مات مسلم نعم نعم طيب قضية المسيح عليه السلام أوضح من قضية المهدي أوضح بكثير لأن المسيح ذكرنا أنه بالقرآن نعم وإنه العلم للساعة ثلاث آيات أيوة وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمن النبي قبل موته وإن من قيامة يكون عليهم شهيدة نعم في سورة النساء نعم وفي سورة هود قول الله تعالى أفمن كان على بيينة من ربه ويتلوه شاهد منه وفي سورة الزخرف وإنه العلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون بالإضافة إلى الحاديث الكثيرة حديث هائلة المتواتر وصلت إلى درجة التواتر نعم أنه سينزل ذكرنا زولي حكما عدلا وإماما مقصطا هذا التواتر المقصود به التواتر المعنوي طبعا نعم نعم قضية المهدي ما بلغت هذا المبلغ لا أربعة أحاديث فقط الصحية أربعة أحاديث نعم طيب في العلمائنا المتقدمين هل منهم من أنكر هذه المسألة يروى ذلك لأنه ورد أحاديث ضعيف جدا فيه لا مهدية إلا المسيح ومريم نعم وهذا أصلا مناقض الواقع النبي صلى الله عليه وسلم مهدي لو كان المقصود صحيح ولو كان المقصود أنه لا مهدية معناه فيه إثبات أنه المهدي موجود وأنه لا مهدية إلا المسيح ومتناقض هذا أو يمكن تأويله لا ما يمكن تأويل يعني لا مهدية كامل المهدوية مهدوية ما هي هذا إثبات المهدوية نعم فهذا تراقب نعم وإما أن يكون غير موجود أصلا فيقول لا إمامة أو لا قائمة بالأمر بعد إلا المسيح ومريم هذا يمكن نعم لكن إن يذكر أنه لا مهدية المهدية من هو؟ ما كنا نعلم المهدية فيه إثبات نعم لذلك الحديث ضعيف وفيه تناقض لكن أخذ به من المعاصرين الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمة الله وكتبت عليها ردود طيب نقف إن شاء الله فاصل يسير ثم نرجع لمواصرة الكلام عن هذه المسألة فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال الكلام في قضية التجديد وقد مضى معنا بأن المهدي قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبشير به في أربعة أحاديث كلها صحاح وعرفنا بأنه من آل بيته وأنه يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملأ الجورا وظلماء وأن مبعثه يكون أيضا لتجديد الدين مما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت به الأحاديث تواترا معنويا أن المسيح ابن مريم عليه السلام سينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقصطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبرأ مما استحلته المصارى وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله إلى غير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدد المكان الذي سينزل فيه عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وحدد المهام التي سيقوم بها عليه السلام ها هنا جملة من الأسئلة أطرحها على سماحة شيخنا العلام الحمد الحسن الددو أول هذه الأسئلة سماحة الشيخ بأن بعض الناس يقول بأن هذا مناقض لعقيدة خدم النبوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا يناقض هذا أي تعقيدة من العقائد فإسابن مريم توفاه الله في نبوته أنه قال إني متوفيك ورافعك إلي والمقصود بالتوفي نهاية الخدمة في النبوة نعم أما وظيفة أخرى وهي التجديد في الدين فهو حي الآن في السماء الثانية وسيزل منها بعمل الله سبحانه وتعالى مجددا لملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعلمه الله الكتابة والحكمة التي هي السنة نعم كما وعد الله لأن الله قال ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل نعم فرسالته كانت إلى بني إسرائيل وانتهت ولكن يعلمه الله الكتابة وهو القرآن والحكمة وهي السنة نعم والحكمة إذا عطفت على القرآن في القرآن في المقصود بالسنة نعم وذكرنا ما يتلاه في بيوتك من آيات الله والحكمة أي السنة مثل عليهم آيات يعلمه الكتابة والحكمة نعم نعم فعيسى يعلمه الله هذا القرآن ويعلمه السنة فيحكم بذلك نعم وكونه يضع الجزية هذا إشكال أيضا هذا ليس تشريعا جديدا لأن هذا في السنة لأنه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت بالسنة نعم بذل إخباره بقضية بناء الكعبة ولم يفعله فبناها بن الزبيري على قواعد إبراهيم نعم نعم فما أخبر بأنه سيقع وأقره إقرارا فهذا من سنته طيب ما دلالة وضعه للجزية دلالة وضعه للجزية أن النصارى بعد مجيئه هو لن يقبل منهم إلا الإيمان من نبي صلى الله عليه وسلم نعم لأن الله قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون يؤمنن به به أبل بسيح بن مريم قبل موته قبل موته هو نعم نعم طيب هذا الراجح التفسير طيب وما الحكم من نزوله قبل قيام الساعة المسيح من نعمة الله أنه عندما تمال عليه اليهود وأرادوا قتله وصلبه رفعه الله إليه نعم ونفى الله أنهم قتلوه وأنهم صلبوه قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له نعم وقال بل رفعه الله إليه وبذلك يعيشه في السماء كما يعيش فيها الملائكة وكما يعيش فيها الأرواح وجنود الله نعم طيب نعم خلائق لا نعلمها نعم لا حصر لها لكن من عدل الله سبحانه وتعالى ونصره لأنبيائه أن يعيده ويمكن له فهو ادعى في النصارى أنه إله نعم وادعى أنه ابن الله نعم ولا يبطل لديهم ذلك إلا إذا جاء هو من نفسه وأنكر ذلك بشرا نعم نعم من أيديهم يتبرأ مما استحلوه نعم ومن مقابل يهود قالوا فيه بهتانا عظيما قالوا فيه بهتانا عظيما نعم وسيرون خلاف ذلك الله فلذلك الجزية في أصل أخذها كانت مشروعة على أهل الكتاء نعم لأن الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا لجزية عن يد عن يدهم صاغرون نعم ولكن ألحق بهم من سواهم مجوس نعم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا محل نسائهم نعم ما بحده عبد الرحمن النعو وقال بعض أهل الإلم تختصوا لجزية بأهل الكتاب فقط وبالمجوس لهذا الحديث ولا تشملوا المشركين نعم وقال الطائبة بل تشملوا المشركين من كل الأجناس نعم وأصحاب الديانات الأخرى الأرضية كالبوزيين عباد الأوثام نعم عباد البقر نعم فكلهم توخذوا منهم الجزية نعم وهذا هو الراجح الاشتراكا في علة الكفر نعم نعم وأيضا أن المقصود لا يمكن إعمال السيف في رقاب الناس فإذا قبلوا أن يكونوا من رعاية الدولة الإسلامية لا يمكن أن تكون الدولة توفر لهم الأمن والتعليم والصحة والطرق والنقل والخدمات مجانا صحيح وهم لا يدفعون زكاة لا يزكون نعم وليس عليهم هذه الواجبات الاجتماعية نعم ففي مقابل ذلك توضع عليهم الجزية نعم وكون عمر رضي الله عنه قال لقد أمت ونبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين واخذوا منه أن الجزية تتمرض على رعاية الدولة الإسلامية من غير المسلمين ممن لم يكن مسلم أي أن كان كفره نعم نعم وهذا طبعا لا يقصد به الردة الكفر العارض كفر العارض غير المستقر بل يقصد به الكفر الطارع نعم الكفر أقصد الأصلي الكفر الأصلي نعم نعم فكأنه كأن من استطاع الحج ومن شهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ولم يحج في الأصل ما أقر بركن من أركان الإسلام نعم فما صحى إسلامه أصلي وحملوا الآية على ظاهرها من كفر فإن الله وليون عن العالمين هذا الذي يروع عن علي رضي الله وعنه ويظن أنه قال من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهديا أو نصرانيا فإن الله قال وإن الله أعلم الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين طيب سماحة الشيخ أيضا المنكرون لنزول المسيح عليه السلام استدلون بالآية التي ذكرتم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مع الآهل أخرى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم هذه دائما يستدلون بها وأنا أرد عليهم أقولوا كلكم يتوفاه الله قد توفاه الله البارح في نومه ثم ها هو رجل في كل ليلة نعم الله يتوفى الأنفسة حين موتها والتي لم تمتهم منامها والذي يتوفاكم بالليل نعم الوفاة معنى النوم هنا في الآية بمعنى نهاية الخدمة نهاية الرسالة رسالته توفيت الشيء يعني أنهيته أنهيته فهو أنهيت رسالته إلى بني إسرائيل نعم وبعد ذلك مجيئه مجددا لا ينافي ذلك ولا يقتضي رسالة جديدة بل هو يحكم بملة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو منه أي من أتباعه وآية المائدة لا إشكال فيها أصلا لأن يوم القيامة نعم فلما تعفيتني أي في الدنيا نعم ولا خلاف بين المسلمين بأنه سيموت نعم مثلما يموت سائر الناس نعم طيب ما هي أبرز معالم التجديد بعد نزول المسيح عليه الصلاة والسلام هنا لابد من بيان أن الأحاديث في هذا فيها رقعة محددة كأنها هي التي يدور فيها كل أحداث نعم والله أعلم ما حقيقة الواقع إذاك لأن مثلا منطقة الأمريكيتين لا ذكر لهما في كل حاديث الفتن وآخر الزمان نعم والمنطقة المحورية في العالم إذاك هي منطقة الشام الشام نعم وصيناء نعم هذه المنطقة المركزية نعم محورية مثل ما كانت أولة نعم نعم وكذلك منطقة الجزيرة العربية بلاد الحربي نعم فهذه المناطق هي المحورية المذكورة في تدور عليها كل النصوص فالمسيح المريم ينزل في دمشق ويغزوه المسيح الدجال ويلتقيان في فلسطين عند باب لود عند باب لود وهذه سمي باب لوده ما هو بناء لكن بما أن مطار بنغريون في اللود أيوة وكان يسمى مطار اللود نعم فهذا الباب المطار يسمى الباب الجوي حتى بالانجليزي ايربورت أيه معناه الباب باب الجوي أيه وفي الفرنسية كذلك أيوة فهو الباب الجوي أي المنفذ الجوي نعم فكأنه يدركه في هذا المطار أو في مكانه فعيسى لا يحل لكافرين أن يهد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره فعنده سلاح الدمار الشامل سبحان الله وهذا السلاح الذي معه أيضا سلاح جيني يميز بين الناس على أساس إيمانهم وعقائدهم لا يحل لكافرين يجد ريح نفسه إلا ذاب يعني يهلك صنفا دون صنف نعم ليس شاملا لا لا نعم يشمل فقط غير المسلمين غير المؤمنين نعم من كان منه الإيمان لا يهلكه نعم شمو النسبي يعني نعم نعم فالمسيح لا يقتله هنا فسويسا استهناه هو وحده الدجال الدجال نعم فيدركه المسيح الدجال فيفر منه فيلحقه فيقول وإن لي فيك طعنة لن تفلت بها الله أكبر فيطعنه بين كتفيه فتخرج حربته من بين ثديه فيسل الحربة ويري الناس دمه عليها حتى يعرفوا أنه ليس إله نعم وأنه ذو دم بشر بشر دجال ايه وهذا الدليل على أن المسيح الدجال من البشر نعم وتجديد المسيح ابن مريم عليه السلام طيب بالمناسبة الشيخ أنا قبل أن نتجاوز هذه النقطة حديث الجساسة في صحيح المسلم نعم ما تقولون فيه أقولوا أنه الحديث الوحيد الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابين وهو تميم نعم نعم وهو صحيح الإسناد لا يشكال فيه وما يعترض به على بعض الناس عليه من نكارتنا وغرابتهم في بعض الألفاظه لا يضره طيب كونه بشرا ويبقى هذه المدة طويلة نعم مثل ما بقي المسيح في السماء مثل ما بقي الخضر مثل ما بقي أصحاب الكهف نعم والعزير بئة سنة نعم والخضر على قول من يقول بتعميره وأيضا يونس عليه السلام على القول بأنه حي أيضا نعم نعم طيب إذن المعلم الأول من معالم التجديد التجديد يعني العقدي يمكن أن نقول بأن المسيح عليه السلام يقتل هذا الدجال نعم ويبطل يعني خرافته ويري المسلمين دمه على حربته نعم ثم بعد ذلك لا يقبل من يهودي ولا نصراني إلا أن يدخل في الإسلام بعد مجيئه هو هذا المعلم بعد نزوله نعم ثم بعد ذلك أنه يقتل الخنزير يطحر الأرض من جميع الخنازير سبحان الله حتى الخنازير البشرية يمكن أن تدخل في عمام الخنزير نعم هي أولى هي نعم لأن معه هذا السلاح نعم لا يحل لكافر يهد ريح نفسه إلا ذاب كما يضو الملح في المعنى سبحان الله الأمر الآخر أنه سيهاجر إليه الناس إنها تكون هجرة بعد هجرة ويشكوا أن يكون خيرا مهاجركم مهاجروا بيكم إبراهيم عليه السلام وهاجروا إليه الصالح هنا من أحال من أرض الشام نعم من أحال أرض الحديث عصابتاني أحرزهم الله من النار عصابة أوزو الهند وعصابة تكون مع المسيح ابن مريم نعم نعم فالعصابة التي تكون مع المسيح ابن مريم هم خير أهل الأرض يفيدون إلى المسيح وإذا جاء يأجوج ومأجوج علم الله وقت خروجهم أوحى إلى عيسى إني باعث عبادا لي لا يداني لأحد بهم يعني لا طاقة له على قتالهم نعم فحصن عبادي إلى الطور فيذهب عيسى بالمهاجرين معه إلى سيناء وسيحصنهم الله سبحانه وتعالى في الصيناء لا يدخل عليهم يجوج ومأجوج نعم ويجوج ومأجوج يرد أورهم بحيرة طبرية وقد بقي فيها ماء في يشربونه في يتياخرهم فيقولون قد كان هنا يوم الماء سبحان الله ويدعو عليهم المسيح والمؤمنون معه فيموتون في ليلة واحدة موتة رجل واحد وسلطوا الله عليهم النغفة في رقابهم لكن تمتلئوا الأرض أي أرض الشام من زهمهم ونتنهم فيستسقي المسيح والمؤمنون معه فيرسل الله الأرض يرسل الله المطر السماء يرسلوا الأرض يذهبوا بجذذهم ويغسلوا الأرض فتأودوا إلى نقائها طهارتها كفاثور الفضة نعم وتخرجوا الأرض خيراتها كما ذكرنا في أيام نعم المهدي تخرجوا الأرض التي كانت في أيام المهدي نعم تنبثوا الأرض نباتها نباتها نعم بهذا المطر الذي يتي نعم وفي الأخير المسيح ومن معه من المؤمنين تأتي ريح طيبة لينة فتأخذهم من آباطهم فيموتون كذلك ولا تقوم الساعة إلا على شراء الحزق يعني كأن التجديد يعني في الدين ممتد إلى يعني قريبا إلى وقت من يدث الله الأرض ومن عليها سبحان الله لأنه إذا لم يبقى على الأرض من يقول الله إذا رفع القرآن ولن يبقى على الأرض من يقول الله حينئذ يغضب الرب جل جلاله وغضبا لم يغضبه من قبل أن رب يغضب اليوم وغضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فتنتهي الدنيا بالكلية نعم ويؤذن لإسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الفزع وقد التقمه الآن وأصغاليتا رفع أحد شقع رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ نعم فإذا نفخ نفخ الأولى نفخة الفزع يصعقون لها جميعا ثم ينفخ أربعين سنة فيؤمر بالنفخة الثانية فينفخ فيه فإذا قيام ينمر عند قيام الساعة نفختين أو ثلاث هذا فيه خلاف نفخة الصعيق هل هي نفخة الفزع أو غيرها نعم نعم نفخ الثاني نفخة البعث في سورة غافل نفختان فقط نعم لكن ذكرت نفخة ثالثة في سورة زمر نفختين في سورة زمر أقصد نفختان نعم وفي سورة النمر نفخة واحدة فهل هي إحداهما أو نفخة ثالثة محل خلافة طيب يعني قضية التجديد هذه التي تكون على يد المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام يعني تدعونا إلى أن نسعى جميعا في أن نكون في هذا الركب المبارك يعني من هذا المطلوب التجديد في باب السياسة البنوك الإسلامية من؟ هشام عبده عيسى عبده رحمة الله عليه نعم نعم عيسى بن هشام عبده التأمين في لا في البنوك الإسلامية هو أمره شيخه حسن البناء نعم بأن يدرس بديلا البنوك الربوية نعم فدرس حتى أتى بالرسالة الدكتوراه في المنوك الإسلامية نعم وأول ما نفذت في بنك دبي الإسلامي ثم بيت تمويل كويتي ثم استمرت في هذا تعده تجديدا تجديدا طيب وكذلك تجديد في المجال الإعلام الإعلام الإسلامي لأننا عندما عقلنا كان الإعلام كله وصيلة حرب أجنبية يملكه الأعداء صحيح والآن الحمد لله ورأيت ما وأنت منهم الحمد لله من المجددين في هذا المجال الله يزكرنا المحزن ظنكم كذلك القضية التجديد في الوسائل العلمية قديمة المؤلفون ذكرناهم نعم اليوم في زماننا تجديد التمثيل في الدراما والمرئيات المسموعة لأنها أبلغ تأثيرا وفهم الأحداث التاريخية ونحوها نعم وحتى في الطهارة والصلاة ترين الناس كيف يتوضعونه وكيف يوصلونه صحيح هذه الطريقة النبوية نعم يعني دعا بركوة نعم نعم وأيضا حتى في العمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل كيف يتوضع نعم علمه كيف يوصل كيف يوصل نعم أمن جبريل وعند البيت مرتين نعم علمه الأوقات نعم نعم وضرب بعقبه نعم الأرض فنبع ماء نعم فنضحه على فرجه ثمت غسل يديه وتمام مغضاه استجع نعم نعم وهكذا في التجديد في الإعلام نعم نعم يعني تجديد في قضية المصارف والمالية والمعاملات في قضية الإعلام نعم نعم الآن ما شاء الله من المجددين في هذا المجال في المجال المالي الشيخ التقييد التقييد العثماني محمد نعم نعم الشيخ علماء باكستان نعم ومنهم أيضا الشيخ النظام العقوبي في البحرين بحرين نعم 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 المختصين في هذا المجال والشيخ علي القرداغي نعم الشيخ صدق الضرير عليه رحمة الله رحمة الله عليه نعم هذا في كل شيء لأنه إن شاء الله نعم كان صاحب فقه ولكن كان بارزا في قضية الاحتياط في العقود لأن رسالته كانت عن الغرر وغرر نعم واثروا في العقود نعم نعم والمعنى ذلك أنك تدعو إلى التجديد في الأبواب الأخرى التي يحتاج إليها الناس الرياضة تدخل فيها كل ما يحتاج الناس إليه وينفعهم لكن نحن نتكلم بتجديد في الدين نعم التجديد في الدين هو الأهم والآخر موجود نعم الآخر نحن ما كنا نتكلم فيه ما حصل في السودان من إلغاء البنوك الربوية نعم وتقنين القانون الشرعي ما حصل في تركيا الآن من النهضة العلمية والنهضة من قبل في الباكستان في الباكستان نعم نعم هذا كله تجديد يعني هذه محاولات يعني يؤسس بعضها على بعض نعم نعم طيب مسألة النزول المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام أنا أرجو من سماحة الشيخة يعني توجيه كلمة للشباب المولعين بالاشتغال القضية يعني الغيبيات بما يصرفهم عن العمل لما هو حاضر الآن بالنسبة لهذه الغيبيات كما ذكرنا نؤمن بها ولا نطبقها ولا نسعى لتطبيقها نعم ولذلك لو قدر أنها لهذا الجيل ماتوا جميعا قبل نزول المسيح بمريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال رأيتكم ليلتكم هذه نعم لأنه لا يبقى بعد مئة سنة نفسه منفوسة نفسه منفوسة على وجه الأرض من هو عليها نعم فلابد أن يدركوا أن الأعمار قصيرة وأن التكاليف كثيرة وأن عليهم أن يبادلوا بالعمل كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه وسلم بادلوا بالأعمال بيتنا كقطاع الليل المظلم نعم وبالحديث الآخر الذي هو بالسنن بادروا بالأعمال سبعة فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرة منصية أو مرضا مستدى أو موتا مجهزة أو هرما مفندة أو الدجالة فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر نعم فلذلك تعطيل الأعمال من أجل الاتكال على سابقة القدر هو من الدليل على خذلان الإنسان أنه مخذور تلاعب الشيطان به نعم تلاعب الشيطان به نعم يعني القضية المسيح هذه وقضية المهدي يأتي الله بها متى لسنا مكلفين وقد لا ندركها وقد يتي قبلها بطوحات كبيرة جدا نعم وطبعا قبلها ستكون قيام الخلافة الراشدة على منهج النبوة نعم وهذه ليست كلها قبل المهدي وقبل المسيح في المريض نعم هو قضية الاستعجال كأنها في طبيعة النفس البشرية وكذلك قضية حرب اليهود اليهود سيحاربون حربين كبيرتين نعم الحرب الأولى التي يستخلصوا منهم فيها بيت المقدس وأنتم شرقيا هل الأردني وهم يوميين غربي يهو نعم ولا أدري ما الأردني ما يوميين حديث النهيك السكوني نعم والحرب الثانية التي يتكلم فيها الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلبيه تعالى فاقتله إلا غرقدة إنه مش جهود هذا في أيام المسيح في المريض طيب بالمناسبة سمحت شيخ أنا كنت سمعت منك تفسيرا للآيات التي في سورة الإسراء تشكل على كثير من الناس وقضينا إلى بني إسرائيل أنا ذكرت أن هذا القرآن معجز من كل وجه طيب لكن في جانب جوانب إعجازه لم يعتني به كثير من الناس وهو إعجاز الضمائر نعم فتعود الضمائر في بعض الأحيان على غير مذكور يأتي ضمير فذلك منه ما يكون ناشئا عن رضا الله عن قول من أقوال العباد فيدرجه في كلامه فالله إذا رضي قولا من أقوال عباده يدرجه بكلامه وإذا سخط قولا من أقوال العباد نسبه إلى قائله نعم ومثال ذلك في سورة مريم قول الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمل ربه هذا جبريل هذا كلام الملائكة معناه وتقول الملائكة وما نتنزل إلا بإذن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما بعبده وصبر لعبادته هل تعلم له سمية ويقول الإنسان هذا غير مرضي هنا ذكر القائل نعم إذا ما مدت لسوف أخرج حية هذا غير مرضي ولذلك نسب إلى قائله وعطف عليه والمعطف عليه محذوب تقديره وتقول الملائكة ومعطوف ويقول الإنسان نعم ولذلك تأتي الضمائر في هذا التداخل مثل قول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيو منوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده الله أكبر أي معنى فأوحى الله إلى عبده نعم ما أوحى نعم ما كذب الفؤاد ما رأى لقد مارونه على ما يرى ولقد رآه رأى جبريلا نزلة أخرى عند صدرة المنتهى والرائي محمد صلى الله عليه وسلم نعم لم يرى جبريلا على صورته الحقيقية إلا مرتين طيب سماحة الشيخ جبريلا له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشيخ الآيات هذه لأنه يدور حولها يعني كلام كثير فلو استفتحنا بها في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله من أجل أن نفهمها على وجهها أسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يبصرنا إنه خير المسؤولين وخير المعطين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمتال للجهلي كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا اشتركوا في القناة